مغيبون في بلادهم مخفيون لا يعلم عنهم أحد شيئا قضية باتت تمثل نموذجا لما يعيشه العراق من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وغياب القانون وسيادة الفوضى رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي دعا عند تسلمه لمنصبه إلى فتح تحقيق في قضية المغيبين وكأنه جاء من كوكب آخر وكأنه لم يكن يدير جهاز المخابرات ويعرف حق المعرفة حجم الجرائم التي ترتكب بحق الأبرياء وهو ما دفع مفوضية حقوق الإنسان في العراق إلى مطالبة الكاظمي بتنفيذ تعهداته على أرض الواقع وقال عضو المفوضية ثامر الشمر إن مصير المغيبين ظل مجهولا على الرغم من مفاتحة الجهات الحكومية مرات عديدة حول مصيرهم مبينا أن هذا الملف صار اليوم في عنق الكاظمي ولا بد من حسمه منظمة هيومن رايس ووش أكدت في تقرير لها أنها وثقت العديد من عمليات الإخفاء القسري على يد القوات الحكومية دون أن تتخذ السلطات الحكومية الإجراءات الكافية لمحاسبة المسؤولين وقالت المنظمة إن وزارة الداخلية من بين الأجهزة الأمنية الحكومية التي تحتجز أعدادا كبيرة بدون تهمة وفي ظروف مروعة من بينهم صبية لا تتجاوز أعمارهم 13 عاما مشيرة إلى أن من بين هؤلاء مدنيين ألقي القبض عليهم ولا يعلم عنهم ذوهم شيئا وتقول مفوضية حقوق الإنسان إن هذه الأعداد تتركز أغلبها في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين لكن انضمت لها أعداد أخرى بعد اندلاع ثورة تشرين في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق حيث شنت القوات الحكومية والميليشيات عمليات ملاحقة واختطاف للعديد من الناشطين ما زال مصيرهم قيد المجهول وبحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوجد في العراق واحد من أكبر عدد المفقودين في العالم وتقدر اللجنة الدولية للمفقودين العدد بين 250 ألفا إلى مليون شخص هذا دونا عن المعتقلين في السجون الرسمية ما يعني أن العراق تحول حرفيا إلى سجن كبير